تخيل بعد ما دفعت ألف جنيه كسبت جنب الآخر كد حتى الأولوات الزغارين عارفين ده ناصر كده احنا خلصنا الفلوس كلها الآخر يتوقع لألفين ستومية ليه؟ هل مثلا فيه كفية ما متعدش؟ كده بالألف جنيه كسبنا لو دفعت ستومية وخمسين يديك ألف لو دفعت ألف يديك ألف ستومية خلاص احنا ناخد اللي بألف وناخد ألف ستومية رصيد كل فترة كده الأولاد بيحب أن هم يخرجوا ويعملوا حاجة فأنت بتلاقي نفسك عايزين تعملوا إيه؟ يقول لك أننا عايزين نروح نلعب الأركيد تمام الأركيد دي عبرع عن إيه؟ عبرع عن جيمز تتلعب سواء بقى بيكسبوا منها تكيتات أو ما بيكسبوش منها حاجة بس في الغالب يعني هم حابين موضوع تكيتات ده لأنهما في الآخر المفروض أن هم بيكسبوا حاجة بالتكيتات بيه بس السؤال بقى هل هم بيكسبوا حاجة؟ ولا ما بيكسبوش؟ كده إحنا معنا كرت جبناب ألف جنيه عليه ألف وستمائة رصيد أولا فكرة أن إنت تصرف ألف جنيه ويدوج بيهم ألف وستمائة جنيه هي مبدئين كده بيتحسزك أن إنت في حاجة غلط أول حاجة حين عايز تلعبها هي البيانو ده سعره حينين كسبت عشرين تيكيت أول حاجة خبناها عشرين تيكيت كسبت هنا عشرة النهاردة قررت أن أنا هجرب تجربة مختلفة قررت أن أذهب إلى هذا المكان وأصرف أقصى حاجة عندهم اللي هي ألف جنيه وأشوف في آخر اليوم ألعب أنا وحنين ونعيش حياتنا ونشوف الدنيا فيها إيه وأشوف في الآخر الألف جنيه دول أصلا هيكسبونا إيه هل هيكسبونا حاجة بقيمة الألف جنيه ولا أي كلام؟ هذه تبقى جهاز الضحكة على الدقون يقول لك تلعب وتكسب تليفون سماعات مش عارف إيه وأنت تلعب طبعا وتكسب ولا حاجة خلينا نشوف خلصت أنا كده كسرت أخذ ربنا مش حقيق يعني بسي أنت جربتها؟ أيوة خضروة كل الناس جربتها بتاع صحابي وصايتك مكسبتش ولا وقت أنا مش حقيق أخذ ربنا بحقيق بيأخذوا فلوسه وخلاص حتى قولات الزغرين عارفين ده نظر يقولني سحاول لعبوها أو بتاع ومفيش حاجة دي المفهودة أن هي أكتر اللعبة اللي بتكسب حاجة بالحظ بقى تدرب حظة تدرب حظة وهي بقى ايه توقف على البتاع طبعا كله بيجري عليها عشان دي أكتر واحدة بتكسب وسط كل كام لعبة ولعبة تلاقي كده فجأة لعبة كسبتك كثير قوي 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 وتلاقي ناس تانية وردو بتكسب فأنت تتحمس تقول إيه ده ما في ناس بتكسب أهو يعني إحنا ممكن فيه عمل ان انت تلعب أكتر تكسب أكتر فتلاقي نفسك تسحلته عمال بتصرف 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 وتصرف وانت مش حاسسه في الآخر انت هو حظة 40 تكتر خلي هيه وقفين شوعة الماء كانت 돼요 المال كافوح اوووووووو الف الدكت اربع فكرة ان انت اه بتدفع فلوس والاخر الفلوس يتحول الوصف على الكارت فالكارت بتقرج منه انت مش اشترك اصلا بتسحب كام وفي اخر اليوم ديناقي نفسك حترافته كل الفلوسيوك على الكارت ده وبتنسى اصلا انت حطيت كام على الكارت ده كون سأبقاري طيب أنا سبت حالين تلعب وجابت أقصى معها عندها عشان تجيب أقصى تيكتز ممكن تتخيلها قلت بقى إيه أنا هجرب أنا شوية كراجل كبير في السن لما هجلعب الألعاب دي وأحط فيها إفرت وأدوس على نفسي بحيث أن أجيب أقصى حاجة نجيب بقى أقصى تيكتز ممكن ناخدها بالألف جنيه قلت أجرب شوية كلهم صح على كام على 20 تيكتز هنجيب كل التكور هدي واحد اتنين ثلاثة دول كده إحنا جبناهم كلهم جبناهم كلهم لأن لنا يجي عشرة دي كده آخر حاجة كده إحنا خلصنا الفلوس كلها أفروب بقى نجمع كل تيكتز دي ونقدها في المكنة نكون عمالين بين سيلو هنا في الشن طنحنين المنظر يبان إن هو إحنا لمينا كل تيكتز اللي في المكنة كده إحنا قفلنا اللقبة هنا وجبنا كل اللي عندوه طبعا مع كل التيكتز اللي إحنا كسبناها دي إنت متبقاش عارف أصلا أنت في الآخر كسبت كام هو أنت عدت الألف تيكتز فمش تقعد من كل مكنة بتطلع لك كام إنت ممكن في بعض الأوقات تكون كسبت ستين سبعين ثمانين ويطلع لك في الآخر تلاتين إنت مش هتعد إنت بس شايف الحاجة طلعة ما بتعدش هورا المكنة نعمل الكارت بتاعك وتبدأ أن انت تدخل بقى كل جدع يا حنين جدع دي الغنائم تحت النهاردة أنا تعبتي بس وقفت بعد في البداعة آخر حاجة تلات تلاف متين تمانية وتلاتين إداني ألفين شوتمية إداني ألفين شوتمية بقولك إيه هي المكنة عدت تلات تلاف وحاجة جيتها تطلع لي البالانس ألفين شوتمية أي أي مكنة يعني ما أنا بعدهم هنا بيعد ثلاث تلاف متين في الآخر تطلع لألفين شوتمية ليه؟ هل مثلا فيه تيكيتات ما متعدش؟ دي بقى تاني حاجة تحسسك أن انت اتنصب عليك أن المكنة أصلا بتعد غلط يعني أنت زي مني شفت ما تلاقي ثلاث تلاف ومية في الآخر أحطوهم في الكارت أقلق الكارت عليه ألفين وحاجة طب فيه حوالي ألف كده راحوا طب أنا زي مني شفتوا أنا روحت اشتكيت قلتلوا إن المكنة ثلاث تلاف وتلاقي لي في الكارت ألفين شوتمية فهو راح مديني هتلاقي محترم يعني وداني شوية اللي هو مفروض يعني يكملوا الثلاث تلاف عامل ثلاث تلاف ومش عارف كم تلاقي لي ألفين شوتمية دي مش كلا بقى في التكتات سيحصلة تكتات سيحصلة مش بايزة من مسكتنا لها بتتاني ما متعدش ما متعدش كده احنا معنا ثلاث تلاف بتاعها تيكت كون بقى نشوف هيجيبه ايه كده كام كده بالألف جنيه كسبنا بنك الحظ ولعبة تانية زي بنك الحظ اسمها دهايست وكوتشينا يالله جميع ما تصربوش فلوسكو هو هو والله من يومين بيقول لي فورج على من فيديوتي وقلت له كريمي السيد حبيب فورسة يا رجال ما هي الأخبار حمد الله يالله بينا وده بقى الحاجات اللي انا كسبناها بنك الحظ لعبة زي بنك الحظ اسمها دهايست وكوتشينا انا متخيل الحاجات دي كلها كده ما تجيبش متين جنيه الف جنيه خدت بيوم حاجات بمئة وخمسين جنيه وانت بتلعب باقصى ما عندك وبتعمل كل ما عندك عشان تكسب حاجة يعني مقابل للألف جنيه مش تزمن ألف جنيه حتى كسبني حاجة بخمسمائة جنيه حساسة ان انا دفعت فلوس في حاجة ولكن زي ما انه شفته هو الموضوع لو انت مش فارق معاك ان انت تروح تدفع مبالغ وتكسب اي حاجة دوس ولكن موضوع اولا ادمان في نفسه يعني وانت بتلعب او الاج بيلعبه انت مدمن ان انت عملت تصرف وتحط وتجيب فلوس وكلام من ده ولكن في الاخر لما تيجي تحسب انت عملت 3000 بوينت خدت بيوم دول فالحوار طبعا اي كلام بس كده احب اسمع رأيكم في الكومنت هل اللي بتجربوا الالعاب دي او الاركايدز وما رأيكم فيها انا من لذبالي هو ناصب نراكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي وفيديو اللي جاي هيبقى غالبا من خارج مصر فننتظر بقى شوية حاجات حلوة ولو اتفرج على الفيديو على الفيسبوك ممكن تعمل لايك وشير وتمنشن صحبك اللي بيتنسب عليه برضه وبس نراكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلاق سلاق شكرا